بيولي وفريقه يستعدان لمواجهة الموسم التي ستجمعهم بأبطال إيطاليا ومن فريق الذي لا يهزم بميدانه اليوفي ستاديوم فبيولي يعي قيمة هذه المباراة والظرفية الحساسة التي تأتي فيها سنلعب أمام اليوفينتوس وهو الأقوى في الدوري بعد أن أظهر قدرة على الفوز بالدوري لكن نحن الإنتر وفي وضع إيجابي ولدينا ثقة في قدرتنا لتحقيق الفوز الإنتر وفي مباراة الذهاب بسانسيرو عرف مع المدرب ديبور كيف يقتنس الثلاثة نقاط فهل بيولي سيعتمد على تفاصيل هذه المباراة لمفاجأة البيان كونيري بعقر دارهم كل مباراة لها تفاصيلها وعموما الإنتر أظهر قدرة على المنافسة والفوز أمام خصم قوي مثل يوفينتوس خسارة في مباراة ربع نهائي كاس إيطاليا أمام لاتيو ربما قد ترخي بذلالها على هذه المواجهة فكيف سيتعامل بيولي مع هذه الهزيمة؟ وما هي الأخطاء التي ارتكبها لعبوه ضد فريقه السابقة؟ أصبحنا نعلم أنه إذا وفرنا بعض الشروط في الميدان سنكون في وضع إيجابي لهذا تعلمنا من أخطاء المباراة السابقة حتى نكون جاهزين يوم الأحد بيولي سيعتمد في هذه المباراة وبشكل كبير على خط الوسط لإبشال عملية البيان كونيري لهذا فاعتماده سيكون كبيرا على جوهو ماريو وعلى الوافد الجديد غاليارديني أعتقد أن القدرات التي يملكها غاليارديني يعرفها الجميع فقد اندمج بشكل جيد لأنه لاعب لديه شخصية ويوجيد التمركز ويملك لاياقة بدنية مع قدرة على اللعب بفعالية أكبر ستيفانو بيولي يقوم بمصاري جيد مع نيراتزوري ومواجهة لليوفيتوس ستكون اختبارا حقيقيا له لمشموعته عبد المجلس بوي بي سبورت نماركسيان جيلو مورتي اپنو جتيل